السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة بصحة جيدة في فيديو تالي اليوم رأي راجعوا واحدة من الخاصة تجميعات المتوفرة حالية التي تأتي بدونك الشاشة خارجي معناه مع موالج ممالجات الاي بيوز ومتوفرة عن محل لسي بي بلس نسخة 120 جيجا بسعر 54900 دينار ونسخة 256 جيجا بسعر 55900 دينار هناك تغير طعب انقطع في التجميع اللي رأي عندي والتجميعات المتوفرة حالية عن محل لسي بي بلس لكن هذا ما رح يغير من آداء التجميع وهذه التجميعات ممكن تشغل بها تقريبا جميع العلعاب وممكن اذا كنت مبتدئ في صناعة المحتوى تقدر تعمل بها حتى مونتاج وتقدر تطورها في المستقبل هذه التجميعات متنقضكم تأتي بمعالج ممالجات الاي بيوز اللي هو ريزن 3122 جيج هذا المعالج بالرغم عنده مدة من الازدار لكن ما زال يقدم آداء مقبول يأتي ب أربع أنوية وأربع مصارات وما زال كافي مع جميع الألعاب ويأتي معك شاشة داخلي لي هي الفيغا 8 لتقدر أيضا تشغل بها تقريبا جميع الألعاب خصوصا على جودة 720p وممكن على جودة 1080p لأن جميع الألعاب تقريبا رأي تأتي بخاصية ال فاس أر لممكن تفعلها على جودة 1080p تعمل لك وتقدم لك آداء أيضا جيد مع فريمات أيضا قدروا قولوا مقبولة وهذه التجميع تأتي معه لوحة أملي هي هذه اللوحة بتحديد تستطيع تشغيل عليها جميع المعالجات أغام لريزن التي تدعم سوقات معناها تقوم بتحديد بمعالج قديم راح تشغل عليها معالجات رايزن 1000 حتى رايزن 5000 وهذه اللوحة التي تقبل كسر السرعة معناها موجهة الناس التي لا تريد عمل كسر السرعة وأنا شخصيا كتجربتي مع كسر السرعة لهذه المعالجات ما راح تستفيد من عدد إطارات كبير في الألعاب وتدعم بطاقتين من رامتات 3200 ميجاهرس وهذا المعالج مش يكون في علمكم يدعم رامات 2933 ميجاهرس معناها احتمال كبير ممكن جيبوا رامات بسرعة 1200 ميجاهرس راح يشتغل لكم على 2933 ميجاهرس فقط وأيضا تدعم SSD وهذا فيما يخص لوحة الأوم وبنسب الرام التي تأتي مع هذه التجميع تأتي ببطاقة رام واحدة من كروشل بسرعة 1200 ميجاهرس وكما تعلمون بطاقة رام واحدة مع مواجهات الآي بيوز غير كافية لتشغيل جميع الألعاب معناها تحتاج إلى بطاقتين لتشغيل الديل شانل لأن كما تعلمون الفيرام خاصة بكارشاشة الداخلي هي الرامة يستمدها من الرامة هذه كلما كانت تردد الرامة أيضا جيد راح يكون هذا جيد لكارشاشة الداخلي معناها أنتم تقدروا في البداية تشغلوا هذه التجميع ببطاقة رام واحدة تشغلوا بها بعض الألعاب اللي راح تشاهدوهم اليوم لكن مع الوقت يجب تطوروا وضيفوا البطاقة الرام التانية ممكن نسلي عنها ميزانية جيدة منذ البداية تطلبوا على البطاقة التانية وممكن تطلبوا على بطاقتين عبارة عن كيتليجو في علباء مع بعض وهذا شيء أكيد هذا أيضا راح يغير قليل من سعر التجميع هذه ومنسبة للتخزين تأتي هذه التجميع مع SSD نسخة 54900 دينار تأتي مع SSD 120 جيجا ونسخة 55900 دينار تأتي مع SSD 256 جيجا من TeamGro وهذا SSD تجي منصب عليه الويندوز معناها أنت راح تضيف بعض البارامج تحتاجها على هذا SSD ولتشغيل الألعاب يجب تضيف HDD 1 طير أو 500 جيجا على الأقل لتشغيل الألعاب أنا بسراحة نختار نسخة 256 جيجا أحسن لأنه 220 جيجا راح مع الوقت يصبح غير كافي وخصوص الناس التي تريد عمل منتاج بهذه التجميع والآن وصلنا إلى القطعة اللي ممكن تتغير في هذه التجميع مثل الباور سوبلاي وصلتني هذه التجميع مع باور سوبلاي من غير ماستر 500 وات مع RGB بنسبة للشكل هذه الباور سوبلاي جيد وحتى صوت ألمير وحتحها جيد الشيء اللي ما جبنيش في هذه الباور سوبلاي أنها تأتي مع فيشة 6 بيل لتغذية كرت الشاشة معناه لا تأتي بفيشة 8 بيل لو كانت بـ 8 بيل أحسن معناه هذه التجميع مع الوقت ممكن تجيب لها كرت شاشة تكون فيها 8 بيل راح تستطيع تشغيلها معها عادي جدا ويقولوا تأتي مع 80 بلاس غول معناه إذا كانت كفاءة الباور سوبلاي هذه جيدة هذا تحتاج إلى آآ أدابتر اللي راح يحول لك من المولكس إلى 8 بيل وتستطيع تشغيل أي كار شاشة كان فيها 8 بيل حتى الارتي ايكس عشرين ستين سوبر أو حتى الارتي ايكس لاتين ستين عادي جدا وهذا كما قلت لكم إذا كانت الكفاءة تحتها جيدة وحاليا هذه التجميع تأتي مع باور سوبلاي من بي أنواي 400 واط وممكن باور سوبلاي هذا تعمل به كار شاشة مثل الجي تي ايكس 1650 عادي جدا وبقالنا في الأخير الكيس اللي ممكن يتغير أيضا هذا الكيس اللي وصلني معه التجميع غير ماسر مثله مثل الباور سوبلاي بصراحة شكلا كنيبا جيد هذا الكيس يأتي مع إضاءة من الأمام ومروحة من الخلف أيضا مع إضاءة عبارة عن RGB تابت وأيضا شيء اللي ما جبنيش في هذا الكيس يأتي بنافذة من البلاستيك وليس الزجاج المقاوم بدون ميزة إخفاء الباور سوبلاي واتيكس يبان حجم التاعها جيد لكن اللي ما جبنيش هو كيب ما نجمت لتستطيع عمل كيب ما نجمت جيد في هذا الكيس وحتى بدون فلتر من الفوق أو الأسفل وحاليا ما ستجدو هذا الكيس مع هذه التجميعات ستجدو كيس من Spirit of Gamer وهذا الكيس مايكرو ATX لكنه أراه جيد مقارنة بهذا الكيس يأتي بنافذة من الزجاج المقاومة وأيضا ممكن تجد فيه كيب ما نجمت أحسن من هذا وبنسبة مايكرو ATX ممكن أنت لما تريد تطوير في المستقبل جيب لوحة أم تكون أيضا مايكرو ATX وأغلب لوحات الأم الفئة الاقتصادية تأتي مايكرو ATX وخصوصا إذا أردت تخلي هذه اللوحة أيضا ممكن تغير المعالج فقط وكما أقول لكم الأهم من هذه التجميعات لراني جيبا هي مشاهدة الأداء وفي الفيديو التانية اليوم رح نجرب لكم هذه التجميع ببطاقة رام واحدة لمشاهدة الأداء تحق على بعض الألعاب ممكن تستطيع تشغلها ببطاقة رام واحدة معناه رح تستطيع ببطاقة رام واحدة تاخد تجربة فقط لكن إذا كنت تريد تشغل بعض الألعاب الأخرى رح تحتاج إلى البطاقة الرام التانية وبالنسبة الأداء تحق أيضا رح نعملها لكم ببطاقة 2 رام لكن رح نخليها لكم في فيديو آخر عبارة عن بانشمارك في القناة التانية أول لابة جربتها ببطاقة رام واحدة بسرعة 3200 ميجا هارس أساس كريد فالهالا على جودة 1080p لكن رزوجين سكايراني واضحة 50% وكان متوسط الفريمات على هذه اللابة وهذه الجودة هو 30 فريم كما قلت لكم رح تاخد تجربة فقط ولا أنصح بتشغيل الألعاب مع موالجات الـ APU هذه ببطاقة رام واحدة لأن في بعض الأحيان ممكن تواجه حتى دروب تاع فريم لابة أخرى وهي GT5 وعلى بل العديد من الناس رح يستنى في هذه اللعبة على 1080p أعدادات normal MSAA off وكان متوسط الفريمات أيضا على هذه اللعبة 30 فريم وما رح نقولكم التجربة مقبولة لأن لو تضيف البطاقة الرام التانية رح تحصل على أداء أحسن من هذا بكثير Shadow of the Tomb Raider من الألعاب المتطلبة أيضا قدرت انشغلها على جودة 720p فقط اعدادت على لوس أو فيري لو سيتينغز وكان متوسط الفريمات على هذه الجودة هو 32 فريم Forza Horizon 4 على جودة 1080p اعدادات على اللوما جربت لكم شرل 5 لأنها تطلب إلى الرام بكثرة أكثر من الفور وعلى هذه الجودة أعطانا كمتوسط الفريمات هو 31 فريم ورح تشاهدوا البانشمارك فورزا هورايزان 5 على جودة 1080p أيضا ببيضاقتين الرام على القناة التانية إن شاء الله وقدرت انشغل لكم حتى لعبة فورتنايت على جودة 1080p وانفعل هنا TSL Low Performance و3D Resolution ره موضوع 50% اعدادت مع انتها رهي على اللو وما رهيش جودة 1080p رقم تعرفوه هنا يا عاملين مثل الأوب سكيل وكما تعلمون هذه اللعبة أصبحت من الألعاب المتطلبة مع التطور وكان متوسط الفريمات فيها هو 40 فريم وتخيلوا ببطاقة رام واحدة تستطيع جلد اللاعبين ممكن هو رأي يلعب بكارت شاشة مثل RTX وانتهي بالVega 8 وبطاقة رام واحدة لكن دائما ما رأيش نقولكم التجربة مقبولة ببطاقة رام واحدة ممكن تواجه دروب تاع فريم دايزقون على جودة 1080p لكن راني وضع ريزيش سكايل أيضا هنا على 50% معناها راني عاملين مثل الأوب سكيل أيضا وإعدادات على اللو كان متوسط الفريمات على هذه اللوبة تقدروا تقولوا أيضا 30 فريم معناها حاولت تقدر المستطاع باش نجيب 30 فريم في هذه الألعاب ببطاقة رام واحدة Geese 5 هذه المرة على 900p والإعدادات على اللو وكان متوسط الفريمات في هذه اللوبة تقريبا 30 فريم ونسأل إلى تبحث على ألعاب أخرى مثل لعبة Call of Duty Warzone أيضا لعبة متطلبة للرامات ومثل أيضا لعبة Cyberpunk 2077 جربتها على 720p ونفعل الأفاسر على البرفورموس لكن كانت التجربة غير جيدة يعني كان فيها دروب تعفريم كبير لهذا قلت من الأحسن نخلي التجربة التحابي بطاقة تيران وكما شتوا كان هذا هو الفيديو الثانية اليوم شاء الله تستفدتم من هذا الفيديو ولما اليوم الصغير إلا جابكم فيديو ما تنسوش باش تشاركوه مع الأصدقاء تعاكم وعملونا اشتراك في القناة كي توصلكم أي حاجة جديدة حطوها ومقالغين قلكم تلقوا في فيديو آخر إن شاء الله سلام